بين الظليع والباب تبدأ مسافاتي دمع وجريح واعتاب رحلة معالاتي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة آه أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتول إذ عفي رمتها سهام الدهر وهي صوائب بشجو إلى أن جرعت غصص الحتفي فآبت وزند الغيض يقدح في الحشاء تعثر بالأذيال مثنية العطفي وجاءت إلى الكرار تشكه تضامها ومدت إليها الطرف خاشعة الطرف لمن ألتجي إلا إليك ومن به ألوذ وحلي بعد بيتك من كحفي أنا أستأذن منكم وأكمل الأبيات ويلطم عيني نصب عينك ناصب العداوة لي بالضرب مني يستشفي ولا تسلني خبر المسماري سل صدرها خزانة الأسراري ومن نبوع الدم من ظلعيها يقرف عظم ما جرى عليها والباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاوا بعد شيخنا قال والأثر الباقي كمثل الدملوجي في عضد الزهراء أقوى الحججي اسمع سيدي وجاوز الحاد بلطم الخدي شلت يد الطغيان والتغدي الله يرحم سيد باقر الهندي يقل له يا حامل جاربي كصار للزهراء ما تحميها احنا ما نتجاسر على أمير المؤمنين بس هذا ابنه يا حامل جاربي كصار للزهراء ما تحميها تششي وتبشي وتسمع ششاويها وبواشيها تلوج وتندح بفضة يا ابو الحسنيا وانت شوف ما رديت لحفتها وانت غوثك الملوف سيدي رد وليك حاط وبيك قاعدوك بحبل مجتوف ما شفنا قبل يومك شياح تقود راعيه اتقل أبويا وراح طلعت والهو حزين لاويا نصيحا ماخذين من شافن المشرك بدين ردل وسطرغين بيمين على شلت تلك اليد التي تمتد على الزهراء أبويا أمار على عبد ضربني من ضربة ليلقى وعذابني لن كسر قلبه لا رحمني إنا لله وإنا له راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ماتت وما ماتت مكارمها السنية ماتت وبين ظلوعها آثار ضرب الأصبحية الأصبحية نوع من أنواع السياط لعله الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ماتت جدتي فاطمة وفي عضدها كمثل الدملج الدملج نوع من أنواع الحلي يظهر بالمعصم يلبس مثل الحلي يعني أثر الدملج لا حول ولا قوة إلا بالله أذكر فريد بيت شعر على بنات فاطمة عليهن السلام يقول وعليها السياط لما تلوت خلفتها أساور وعقوده يعني مثل الحلي لكن أثر الضرب أثر السياط إنا لله وإنا ليراجعون هو هم هذا سبب ذاك كف بها أمك الزهراء أبا عبد الله كف بها أمك الزهراء قد ضربوا هي التي أختك الحورى بها سلبوا نفس الكف نفس الخط نفس الامتداد لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابع الله على ذلك عمر سيدة النساء بأبيه وأمي ثمان عشرة سنة من يصدق تصوط عش سنة سيدة النساء تموت يلتسق جلدها على عظمها من المرض وتصبح كالخيال بأبي وأمي على أي حال الزهراء عليها السلام أيها السادة الكرام لها خطبتان خطبة يسموها الخطبة الكبرى وخطبة صغرى الخطبة الكبرى خطبتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بعشرة أيام خرجت إلى المسجد ما طلعت وحدها بأبي أمي الراوي يقول خرجت في لمة يعني مجموعة من حفدتها الحفدة أعتذر أنا من السادة العلماء مو أحفاد الزهرة ما عدا بذاك الوقت أحفاد الحفدة يعني الأقرباء المعارف الكذا في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها كناية عن طول الثوب ما تخرم مشيتها مشيت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله كأن الزهراء تريد تلفت الأنظار للقضية ما مو أحد هي إجت لأ جابت مجموعة أفرض فد عشرة خمسطعش امرأة يدخل للمسجد يلفتن الأنظارية تريد تلفت النظر إلى ظلامتها إلى ظلامة الأمة اللي الجماعة ارتكبوها فتريد تلفت الأنظار ثم ما راحت للرجل بيتها لأ إجت للمسجد قدام الناس تريد تبين ظلامتها صلى الله عليه وآله عليها يقول الراوي جلست الزهراء أنت أن أجهش لها القوم بالبكاء والنحيب فانتظرتهم إلى أن سكتوا بمجرد أن افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه عاد القوم في بكائهم ونحيبهم ثم بدأت الخطبة صلى الله عليه عليه الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أزداها وتمام نعم وآلاها جمعني الإحصاء عددها وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اصطفاه قبل أن ابتعثه تستمر بالخطبة وكنتم على شفى حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطع الأقدام تشربون الطرق الماء اللي يجتمع بالأودية تبول فيه الإبل وتبعر وتقتاتون القد يعني جلد أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه وآله بعد اللتية والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤدان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو فغرت فاغرة من المشركين أو نجم قرن للشيطان قذف أخاه تعني علي عليه السلام في لهواتها من تصير حرب من تصير مشكلة النبي يودع لي فلا ينكفع على من يرجع مثل غيره ويكسر راية النبي في خيبر فلا ينكفع أبو حسين ما يرجع حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله سيدا من أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون بنا الأخبار إلى آخر خطبتها صلوات الله عليه بعض أهل الأدب كتاب بلاغات النساء يقول ما سمعنا أن مرأة خطبت من آدم إلى زماننا بمثل خطبة الزهراء عليه السلام ثم تعرج تقول لي ابن أبي قحاف أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا أفعلى عمد تركتم كتاب الله واستمرت في قضية الميراث خطبة مهمة هذه الخطبة ما بقت شيء صلوات الله عليها كل الأدلة ذكرتها كل التجريم للجهة المقابلة ذكرته دارت وجهها للأنصار كذلك ما تركت قالت إيهان بني قيل بني قيل الأنصار يسموهم وحدة من جداتهم يسمها قيلة أهضم تراث أبي لأن الأنصار بايع والنبي صلى الله عليه وآله باعة العقبة وغيرها أن يحموا ويحمون ذريته وأمواله يقولون ما هي هذه البيعة ما شافت أحد ينصرها بأبي أمي رادت فرد ناصر ما قل فقالت للرجل فدونكها فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك فنعمل حكم الله والخصيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ثم دارت وجهها ورجعت يقول الراوي هذا وعلي يترقب رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه فلما استقر بها المجلس قالت يا ابن أبي طالب الزهراء عليه السلام عمرها كلما مو قايلة يا ابن أبي طالب لو تقول لأبا الحسين لو يبن العم كأنها رادت الذكرة تقول لأبوك أبو طالب نصر أبي لماذا توانيت عن نصرتي هذا عتاب معصومين يا ابن أبي طالب اجتملت شملة الجنين قعدت حجرة الظنين هذا ابن أبي قحاف قد ابتزني نحيلة أبي بليغة ابني قد أجهد في خصامي وألفيته الألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها خرجت كاظمة عدت راغمة وإلاي في كل شارق وإلاي في كل غارب مات العمد ووهن العضد فقال لها أمير المؤمنين نهنهي عن وجدك يا ابنة الصفوة على كيفت يا ابنة رسول الله فوالله ما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري بل الويل لشانئيك ومبغضيك صبرها علي وفي رواية أخرى ما تحمل الإمام هالعتاب قام دخل حجرته لبس قباءه الأصفر وكان لا يلبسه إلا عند الغضب وتقلد ذا الفقار وطلع صاح المؤذن منا أشهد أن محمد الرسول الله قالها فاطمة أنا طالع لئن خرجت لا تسمعين ذكر أبيكي بعد هذا اليوم فقالت لولديها أمسك رداء أبيكما وقولا إن أمنا تصبر وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أنقضت مكسورة الظلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتفي والخطبة الثانية خطبتها قبل أيام من وفاتها على فراش الموت إجا النساء يعودنها كيف أصبحت يا بنت رسول الله شلونت يا ابنة النبي قالت أصبحت عائفة لدنياكم قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم تعاتب الزهراء القوم خرجت النساء ما أحب أن أطيل عليكم إجاوز ثاني يوم بعض الجماعة يعتذرون من الزهراء قالت لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم عاشت معصبة الجبين تأن من تلك العصابة بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها ولأي الأمور تدفن ليلاً قام أمير المؤمنين أمس بعد وفاة الزهرة قام علي غسلها حنطها كفنها والأمنين والعيش الذي عاشه رسول الله سمعتها حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها وإذا بهاتف ينادي يا علي يا أبا الحسن نحي الحسنين عن أمهما فقد أبكى يا ملائكة السماوات ثم حملت جنازة الصديقة يضرمون النار بأطراف القصب إلى أن أوصلوها إلى القبر أميرك أمير المؤمنين قال عباب خيبر يقول لأبي ذر يا أبا ذر أعني على حمل فاطمة انهارت قواه حمل أبو ذر سيدة النساء من جهة رجليها حمل الإمام من جهة رأسها وهو يقول اللهم إنها أمتك وابنة عبداك نزلت بك وأنت خير منزول به أقبل الحسن والحسين يهون عليك يمت فارقيني ثمان سنين عمرت يتميني أريد أبتش أريد أبتش على الرب وشالت بعين ما مقدم عنه وشالت وان أم مشت عني وشالت وظلت دارها وحشاها يا أيو خليا صرف أمير المؤمنين المشيعين توجه إلى قبر المصطفى يا رسول الله قد استرجعت الوديعة سيدي من شأن الوديعة أن ترد سالمة كيف رددت مضعت رسول الله وظلعها مكسور عينها محمر حن وضاقت بعين الوسيع يقل يا رسول الله الوديعة ردت لي أكوي المهل سريع هذا البيت نقرأ يوم عاشر لابن أمي إجيت بقلب هايم وعلى وجه لقيت حسين نايم اقعدت يموت واللون شتايم يا ناس دربوا المشرع أمنيا ابعين لجيب الماي لحسين عطشان خي يا مسلمين بيت لأب الفضل قضى حاجة مشيت بدروب شثيرة ديرة قامت تبشر بديرة يا إخت عباس جابوا يسير لا خمار يستر الوجه وهل لكريمات الهدى أبقوا خمارا يتراكضن إلى الحامي وهل يملك الثاوي على الترب انتصار اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج في عافية أعتق رقابنا من النار أرزقنا حسن العاقبة السادة الفضلاء المشايخ الإخوة الحضور اللهم من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم بالنبي واله اللهم ارزق كل طالب ذرية ذرية صالحة سيدنا ومولانا المؤسس تقبل عمله إن شاء الله القبول والعودة في كل سنة وعوام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين إلى أرواح العلماء والشهداء وخدام الحسين إلى روح المرحوم مبرور الخطيب الكبير الشهيد سيد حسن القبنشي وإلى أموات السادة وشيعة أمير المؤمنين وأم البنين الفاتحة مع الصلوات الله صلي على محمد الله صلي على محمد اشتركوا في القناة